اشتركوا في القناة فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحدة رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا مزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مالد لا يسمعون أي المنئ الأعلى ويقذفون من كل جالب يحقرون ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب فاقبة فاستفهم أهم نشت خذما أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آيدي يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين وإذا بيتنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي سجرة واحدة فإذا هم ينفرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون أحجر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤونون ما لكم لا تناصرون بل هبوا اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين ومن كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا نبائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العباد مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون ويقولون أئنا لكاركوا آلهتنا لشاعر مجدون بل جاء للحق صدق المرسلين إنكم لذائق العرب الأليم وما تجزون إلا من كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين هلنا لائك لهم رزق معلوم فوأكه وهم مكرمون في جنات معين على سرع متقابلين يطاف عليهم بكأس معين بيطراء لذة للشاربين لا فيها قول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرة القرفعين كأنهم بيط مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائم منهم إني كان ليقرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظابا أئنا لمدينون قال هل أنتم الضلعون فاطلع فرأوه في سواء الجحيم قالت الله إن كتنا تردين ولولا نعمة ربي لكنتم من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن لمعذنين إن هذا لهو الفوز العظيم لنثل هذا فليعمل العاملون أفلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنما جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآترون منها فبالئون منها الرطرون ثم إن لهم عليها لشربا من حديدين ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يبرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظروا كيف كان عنقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادنا نوحهم فلنعنا المجيبون ونجيناه وأهله إلى الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم البلقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على لوحهم في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أخرطنا الآخرين وإن من شعفين إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبرون أئف كم آلهة دون الله تريدون فما خندكم لرب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سكين فتولوا عنهم مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال أنا تأكلون ما لكم لا تنققون فراغ عليهم قربا باليمين فأقبلوا إليه يسفون قال أتعبدون ما تنحطون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأغادوا به كيدا فاجعلنا لهم الأسفين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدئين ربها بني من الصالحين فبشرناه بخلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانفر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر سسجلني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجميلين وما ديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك أجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء الأبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاب نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاب ومن ثريتهم أحسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على نوسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرم العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستمين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على نوسى وهارون إننا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلي عسن من المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون معنه وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحقرون إلا عباد الله المخلصين إننا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن نوقهم من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الخابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعكنون وإن يونسن من المرسلين إذ أبقى يلفلك المشحون فساهم فكان من المدحقين فالتقمه الحجم وهو مرئين فلولا أنه كان من المسبحين لنبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبثناه بالعراء وهو سفين وأنبثنا عليه شجرة من يققين فأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائك بإلاثهم وهم شاهدون ألنا إنهم من إففهم ليطولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سمطان مرئين فأتوا لكتابكم إن كنتم صادقين واجعلوا بينه وبين الجنة لسباب ولقد علمت الجنة إنهم لا محقرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم ومن تعضلون ما أنتم عليه بفاتمين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصرفون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليطولون لو أن عندنا ذكرا من الأوغنين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل نساح ذهن فساء صلاح ينذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان رب العزة عما يصفون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر